اليهود عم بيتحاوروا مع يسوع المسيح فسروا الحرية بمعنى سياسة أو بمعنى ملكوت أرضه مع أن المسيح وضح مملكتي ليست من هذا العالم وقالوا لم نستعبد قط يعني بسبب الدين الدين كان خداع للنفس بل خداع الشيطان ومكره فالشيطان هو المكار وطبعا يقول المسيح تعرفون الحق والحق يحرركم فإذا معرفة الحق لابد أن تحرر الإنسان الطاعة الفعلية للحق تقود للحرية والحق أحباء اللي بنتكلم عنه دايما مرتبط بالخلاص مرتبط بالإيمان بيسوع مرتبط بمعرفة الرب يسوع المسيح ثم الثبات في الكلمة حتى ينال المعرفة الكاملة إنها الحرية لنتبع الله حتى يقودنا إلى الحياة الأبدية قال يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا به وهذا واضح من كلام المسيح ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة